السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم أيهاب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسطين واليوم إن شاء الله بلنا نستكمل مسيرة التحديثات اللي بدناها مع بعض مسيرة التحديثات أهواتف شاومي وخليني اليوم نصل أو نشوف شو الأجهزة لوصل لها التحديثات وفي عندنا أيضا اليوم تحديثات وصلت والتحديثات كمان في تحديثات ابتانينا خلينا نيجي نشوف هذه التحديثات اللي وصلت لا تنسى اللايك و الاشتراك في القناة وتفعل الجرس شاني يصل لك كل جديد ويلا الى الشرح خلينا ناخد تحديثات 1.6 و 2.6 في 1.6 نبدأ ريدمي نوت 10S الاندونيسي اجاب له تحديث مستقر 12.5.3 اللي هو فاست بوت وركافري روم هذا التحديث التاني آآ ريدمي نوت 9 الفايف جي الصيني اجاب له 12.5.2 على اندرويد طبعا 11 ركافر الروم والاوتي ينتقل من 12.5.1 الى 12.5.2 يعني هذا التاني التحديث بيجي له اللي هو آآ ريدمي نوت 9 الفايف جي تحديث 12 اونس تحديث طبعا مستقر ريدمي 9 اجاب له الصيني 12.0.1 هذا اندرويد 11 وحنا حكينا عنه الاندرويد 11 وصل للريدمي 9 النسخة الصينية بالنسبة للنسخة العالمية هيصل لها والنسخة الاوروبية وكل النسخة هيصلها بس بالتدريج واول اشي هم شاومي قالت احنا منبدأ في النسخة الصينية وهم ببدوا اولادهم في الاول ريدمي 8 اجاب له اندرويد ايضا 11 للنسخة الصينية وبواعدها هيبدوا ولادهم النسخة الصينية بعدين بيبدوا لولاد الناس التانين 12.0.3 اندرويد 11 او تي اي وركافررهم الاو تي اي انتقل من 12.0.1 كان اندرويد 10 صار اندرويد 11 على 3 البوكو اف تري بخبر كل بوشي او البوكو اف تري اخد كل النسخ اخدت 12.5 سواء صيني اندونيسي تركي كله البوكو اف تري اخد 12.5.1 تمام انتقل من 12.0.3 الى 12.5.1 البوكو اف تري الاوروب اخد 12.5.1 البوكو اف تري التركي اخد 12.5.1 التايواني اخد 12.5.1 هذا الجهاز عجيب اول مرة يا شاومي يعمل في جهاز زي اك البوكو اف تري لجلوبال ايضا اخد 12.0.8 في جهاز الاحين كمان شوي اقولكم الشهود جاهز هذا اخد 12.5 كمان مستقر الميتين الميتين الصيني اخد 12.5.4 مش اول تحديث هذا ياخده اخده الصيني هاي قبله كان 3 صار 4 الميتين الصيني والميتين الجلوبال كمان اخد خلي نشوف الان برضو الميتين برو الصيني اخد 12.5.4 الميتين الجلوبال هايو الميتين الجلوبال اخد 12.5.1 اندرويده طبعا 11 اخد راكافر الروم هايو في تاريخ اللي هو 1.6 تمام تاريخ 2.6 ردم التسعتي الروسي هذا وصل له تحديث جديد 12.0.4 على اندرويد 10 كان على الوت 12.0.3 صار 12.0.4 واجه له راكافر روم بيقول لك انه هذا على اندرويد 10 هذا على اندرويد 10 هو تحديث امان لشهر 5 2021 تحديث امان هادا اللي هو الريدمي التسعتي الريدمي نوت 10 اس هادا كلام يعني معلوه هادا استفتاء بعملينه الريدمي نوت 10 اس جلوبال هايو الريدمي نوت 10 اس لجلوبال اخد 12.5.9 هادا الجهاز بيجي من العلبة في 12.5 اللي هو تحت التحسين اللي هو النظام وزيادة استقراره هذا اللي هو بالنسبة للتحديث الريدمي نوت 10 اس لجلوبال الريدمي نوت 10 الأوروبي اجاله 12.0.4 ها التحديث جديد الريدمي نوت 10 الأوروبي اجاله اللي هو 12.0.4 كان 12.0.3 اللي هو اه هذا زيادة اللي هو اه اماني للنظام لعند شهر خمسة الريدمي نوت 10 اس الاندونيسي 12.5.4 اجاله اللي هو ركافر الروم ووت اي اي وفاست بوت تمام طبعا الوت اي اي كان 12.5.2 يعني هو مش اول واحد هو ايو اخده عشان اقول لكم انه بيجي في العلبة 12.5 بدنا نشوف في جهاز المي اه تنتي نشوف ايش وضعه اطلع يا كبير معاي هنا المي تنتي للي سألونا على المي تنتي المي تنتي والمي تنتي برو اخد تحديث مستقر ل 12.5 للنسخة الاوروبية كانت نسخة تجربية مع الناس اللي كانوا مقدمين والان اصبعت موجودة نسخة مستقرة اللي هو 12.5.1 اللي هو النسخة الاوروبية اللي هو المي تنتي والمي تنتي برو تمام؟ هو اصلا الجهاز الصيني اخد من قبله بس باسم تاني هو بخدوه في الصين اللي هو ريدمي كي تلاتين اس اسمه هايو اخد في الصين واندرويد 11 هانا كلهم على اندرويد 11 ملاحظين هانا كلهم على اندرويد 11 وكلهم اخدين تحديثات عالية لكن ينتظروا الو 12.5 يعني عندك الاوروبية والصيني الشهر هذا انا بطمناك يعني هياخد الجلوبال وباقي اغلب النسخ الشهر اللي احنا فيه شهر 6 هيكون واصل لاغلب النسخ للمي تنتي والمي تنتي برو خلني ايجي نشوف الان اللي هو جهاز اللي انتو برضو سألتوا عنه البوكو اكستري البوكو اكستري بحبله ضمنك الشهر هذا هياخد اندرويد 11 وهياخد يعني احتمال اخر الشهر هياخد 12.5 او اول الشهر الجديد طلع معي هان كل البوكو اكستري كله على اندرويد 10 ما عدا الاوروبية اخد اندرويد 11 وما عدا كمان جهاز تاني اللي هو نسخة تانية اخدت اندرويد 11 تمام عندك الاندرويد 11 فقط للنسخة الاوروبية النسخة الاوروبية اخدت اندرويد 11 اللي هو البوكو اكستري NFC او البوكو اكستري اللي هو بسموه في الهندي. يعني اللي اخد اندرويد 11 الاوروبي. الباقي لسه اندرويد وعشرة. ننتظر اندرويد 11 بعدين النسخة الجديدة. الشهر هذا يكون فيه تغير كبير بالنسبة لهذا جهاز البوكو كمان. اكستري مع الميتينتي والميتينتي. البوكو اكستري برو الاوروبا انا قلت قبل هيك اخد مستقر 12 ونص الاوروبي. طبعا كل الجهاز بجهاز اندرويد 11. الباقي النسخ ما اخدتش لسه 12 ونص. كلهم اندرويد 11 هينوس تحديسه. الجلوبا الاخر تحديس له. 12.0.6. التايوان 12.0.2. الترك 12.0.2. الهندي 12.0.5. الاندوليس 12.0.3. والروس 12.0.6. بالنسبة له البوكو اكستري برو. بخصوص الريدمينو التمانية. والريدمي تسعة اخد اندرويد 11 للنسخ الصينية والنسخ العالمية في الطريق هجيها اندرويد احدى شي. يعني اطمنوا كل واحد مع اندرويد اه ردمي تسعة ونوت تمانية هيصل لك اندرويد 11. وهيصل لك الواجهة الجديدة اتناش ونص. اطمن. لانه في ناس كان بيشككوا في هذا الموضوع. فا اه يعني اجد تحديس للنسخة الصينية فهذا بطمن هيصل للنسخة كلها. بخصوص الجهاز الريدمي نوت تماني برو. الريدمي نوت تماني برو نزل خبر يعني مش كويس. بخصوص الجهاز هذا بقولك انه شركة شاومي تقول انه عن نسخة تجربية في مشكلة بخصوص توافق النظام شاومي مع اندرويد احداش. فبدهم يعملوا عملية تحسين وتعديل لهذا الموضوع. فبقولك انه يعني الناس نمحهم اه نسخة بيتا يشوفك في الموضوع عشان بدهم يعملوا تحسين للموضوع. فهياخد وقت. فالمعه نوت تماني برو هيطول شوي لما يصلك التحديس اندرويد احداش. هو المفروض كان الشهرات بس هيطول بقولك لانه حتى النسخة الصينية مش ما ياخدها هي. طلع. نوت تماني برو اناعش فاصل سفر فاصل خمسة الصيني. اناعش فاصل سفر فاصل تمانية لجلوبا. الاندونيسي اتناعش فاصل سفر فاصل اربعة. والاوروبا اتناعش فاصل سفر فاصل خمسة. والروس اتناعش فاصل سفر فاصل تمانية. والهندي اتناعش فاصل سفر فاصل خمسة. هذي اللي هو كلهم على اندرويد عشرة. وبقى تقريبا يعني حكينا التحديسات المهمة إن شاء الله لا نلقى فيه فيديو آخر. لا تنسى الله يكون اشتراك في القناة وفعل الجرس ضروري عشان تعرف كل جديد في الموبيلات وفي تحدثات في الموبايلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام